السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبا بكم في هاد الفيديو في هاد الفيديو ان شاء الله جبت لكم وضعية ادماجية حول محمد فرح جلود لسنة ثالثة متوسط لغة انجليزية اذا معلكم غير تتبعوا معايا هاد الفيديو نبدأوا على بركة الله بسم الله هنا راح نحن عرفوا محمد فرح جلود شكون هو محمد فرح جلود هو فتى جزائري هو الفائز بمسابقة اتحاد قراء العرب عمره سبع سنوات محمد is interested in reading هو يهتم بمجال القراءة يقدر يقرأ عدة كتب he is also keen on karate وهو ايضا يمارس ومحب لرياضة الكاراتي his father says that he is smart, active and imaginative باباه قلب اللي هو ذكي نشيط وذو خيال واسع he can understand and analyze books quickly يقدر يفهم ويحلل الكتب بسرعة محمد's dream is to become a scholar محمد حلمو أن يصبح علامة مثل العلامة الشيخ ابن باديس إذن هنا دائماً أن الوضعيات اللي نجيبهم لكم يكونوا قصار واضحين ومفهومين وفي المتناول نتمنى شاء الله أن هذا الفيديو يفيدكم وتستفادوا نتلاقوا في فيديوهات قادمة إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة